السلام عليكم عشر معلومات عن اول خصوف للقمار في 2024 اعرف التفاصيل شهدت الكرة الارضية اول خصوف قماري في عام 2024 امسل اثنين الموافق 25 مارس الحالي من النوع شبه ظلي لم يرى في مصر والمنطقة العربية ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر الرمضان للعام الهجري الحالي 1445 تفاصيل اول خصوف للقمار شهدته الكرة الارضيات في عام 2024 كما يلي واحد حدث اول خصوف قماري في عام 2024 يوم الاثنين الموافق 25 مارس الحالي اثنان هذا الخصوف من النوع شبه ظلي ثلاث لم يرى في مصر والمنطقة العربيات اربع اتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر الرمضان للعام الهجري الحالي 1445 الخصوف غط شبه ظل الارض 95.6% تقريبا من قرص القمار 6 استغرقت جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات 39 دقيقة تقريبا سبعة هذا الخصوف لم يمكن رؤيته بالعين المجردة الثمانية تمكن رؤيته من خلال تليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمار عند حدوث الخصوف 9 شهد في جزء كبير من قارة اوروبا شمالا شرق قارة اسيا جزء كبير من استيراليا امريكا شماليات والجنوبية جزء كبير من قارة افريقيا 10 شهد الخصوف في المحيط الاطلاسي المحيط الهادي والقارة القطبيات الشمالية والجنوبية يذكر انه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخصوف القماري لتأكد من بدايات وانهايات الاشهر القمارية او الهجرية حيث ان الظواهر تعكس بوضوح حركة القمار حول الارض وحركة الارض حول الشمس وخصوف القمار شبه ظل يحدث عندما يمر القمار عبر شبه ظل الارض حيث يصبح القمار اغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما او يميل لونه الى الاحمرار كالخصوف الكلا لا يحدث خصوف القمار ابدا الى اذا كان القمار بدر اي عندما تكون الارض بين الشمس والقمر ليسقط ظل الارض على القمر كما ان كسوف الشمس سواء كلي او جزئي او حلقي لا يحدث ابدا الى اذا كان القمار محاقة اي عندما يكون القمار بين الشمس والارض ليسقط ظل القمر على الارض كسوف الشمس وخسوف القمر تكون الفترة بينهما دائما حوالي اسبوعين وهي الفترة التي تفصل بين المحاق والبدر وكسوف الشمس الاول في عام 2024 سيحدث يوم 8 ابريل القادم وهو من النوع الكلاولن يرى في مصر والمنطقة العربيات ايضا ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم ترجمة نانسي قنقر